السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه? لو اول مرة بتشوفونا ياريت تشرفونا باشتراككم معنا في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد من حلقاتنا بازن الله تعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة? احنا النهاردة معنا علبة التونة فاضية بالشكل ده كده. كمان معايا الكوباية دي زي ما انتم شايفين معايا. بالشكل ده كده. هنشتغل النهاردة على الكوباية وعلبة التونة دول. هنعمل منهم فنوس رمضان. اول حاجة هنبدأ شغل على علبة التونة هنبتدي نغلفها باستخدام ورق الفوم الجليتر باللون الدهبي. انا قصة الدايرة دي كده على مقاس علبة التونة. عشان نحطها فوق كده بالشكل ده. كمان معايا الشريط ده كده هنغلف بيه علبة التونة من الجنب. انا قصة على مقاس علبة التونة بالشكل ده كده. هنبتدي نلزقهم باستخدام مسدس الشامع. بنلزق كده. بحط شوية من مسدس الشامع. وببتدي الزق كده ورقة الفوم. بالشكل ده. بسبتها كويس. وبضغط عليها. بالشكل ده كده. عشان ما تفكش. هبتدي بقى ألزق الشريط على الجنب. بحط شوية من مسدس الشامع. وبالزق كده من الطرف. بالشكل ده كده. بسبته كويس. وبحط شوية من الشامع تاني. وبالزق. واحدة واحدة كده. عشان يبقى الشغل كله مزبوط. بالشكل ده كده. وبقص الزيادات باستخدام المعاصر. بزبطها كده بالشكل ده. بضغط عليها كويس. واي زيادة من قصها. ده شكلها كده بعد ما لزقتها. وغلفتها باستخدام الفوم. هنبتدي بقى نلزق الكوباية. بالشكل ده كده في علبة التونة. بحط شوية من مسدس الشامع. وبضغط عليها كويس. لزقت معنا. معنا هنا العروسة الصغيرة ديا بتاعة السبوع. بنحط عليها شوية من مسدس الشامع وبنلزقها جوه الكوباية. بالشكل ده كده بضغط عليها كويس. ده شكلها كده بعد ما نزقتها. بالشكل ده. معنا هنا الفوم اللي هو الدواري الصغيرة دي. بألوان مختلفة. هحط منه شوية على العروسة. بالشكل ده كده. زي ما انتو شايفين معايا كده. بزبط الفوم عشان ما يبقاش بس مغطي العروسة. عشان تبقى العروسة بينها. بالشكل ده. شيل منه شوية. كده كفاية. معنا هنا سيدي. وقص على مقاسه ورقتين فوم باللون الاصفر واللون الدهبي. هبتدي اغل في السيدي. باستخدام مسدس الشامع. بلزق عليه كده. ورق الفوم. عشان نغط به الفانوس. بالشكل ده كده. بضغط عليها كويس عشان ما تفكش. وبقلبها على الناحية التانية. وهلزق عليها ورقة الفوم. الدهبي. حط شوية كده من مسدس الشامع. بالشكل ده كده. الشامع خلص. هنحط شامعة. بالشكل ده كده بلزق. بزبط ورقة الفوم كده على السيدي. وبضغط عليها كويس عشان تلزق. بالشكل ده كده. ده شكلها كده بعد ما رزقتها. بالشكل ده كده. هبتدي ان انا ألزقها على الكوباية من فوق. باخد المقاس بتاعها بزبط بس الكوباية في النص. عشان تبقى المقاس بتاعها مزبوط. وبضغط عليها كويس كده عشان تعلم في ورقة الفوم. بالشكل ده كده. عمل الدايرة. على علامة الدايرة كده همشي بمسدس الشامع واحدة واحدة كده. عشان تبقى المسافات بتاعتنا كلها مزبوطة. زي ما انتو شايفين معايا كده. وهبتدي انزقها على الكوباية من فوق. بالشكل ده واحدة واحدة. بزبط المسافات. وبضغط عليها كويس. عشان ما تفكش. بزبط كده اي زيادات باستخدام مسدس الشامع. بلزقها كويس. بقت معانا جاهزة بالشكل ده كده. معانا هنا نص البيضة بتاعت المفاجآت بتاعت الاطفال. هنعملها كده نلزقها على الاعدة من فوق. هنغلفها الاول باستخدام ورق الفوم الدهبي. ده شكلها كده بعد ما غلفتها. هبتدي ان انا نلزقها فوق. بالشكل ده كده. بحط عليها شوية من مسدس الشامع. بزبط المقاس. عشان تبقى مزبوطة معانا فى النص بالزبط. بحط عليها شوية من مسدس الشامع على الطرف. وهبتدي ان انا نلزقها. على الفنس من فوق. بالشكل ده كده بعد ما حطيت عليها. بزبط المسافة. وبنزقها كده فى النص بالزبط. بضغط عليها. ده شكلها كده بعد ما لزقتها. معانا هنا شريط استراس. هلفه. من فوق ومن تحت على القعدة من تحت بالشكل ده كده. باستخدام مسدس الشامع. بحط على الطرف كده شوية. وببتدي ان انا نلزق والفه. على قعدة الكوبية من تحت. بالشكل ده كده بزينها. زي ما انتو شايفين معايا كده واحدة واحدة بمسدس الشامع. بالشامع وبالزق وبقص الزيادات بالمقص. بقت معانا بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نلف برضو عفوق. على الجزء ده كده زي ما انتو شايفين معايا. بعمل خط كده باستخدام مسدس الشامع حواليها كلها. بالشكل ده كده. وببتدي الف الاستراس. واحدة واحدة كده عليها كلها. بالشكل ده كده. زي ما انتو شايفين معايا كده. غلفتها وبقص الزيادة. ده شكلها كده بعد ما لزقت عليها الاستراس. معانا هنا دواير. ووردات باللون الدهبي. هبتدي ان انا ازين بيها الفانوس. هنحط على الاعدة من فوق ومن تحت. وهنبتدي نزينه بشكل كويس. هناخد كده وردة. بالشكل ده كده بحط عليها نقطة من مسدس الشامع. وببتدي ان انا الزق. بالشكل ده. وبعدين نحط وردة. بعد الوردة نحط دايرة. بالتبادل مع بعض. بالشكل ده كده. نسيب مسافة بينهم. ده شكل الفانوس كده بعد ما لزقت عليه الوردات والدواير. وحطيت هنا دواير تحت. على الاعدة. وشكله ده شكله من فوق. والشكل الجميل اللي انتو شايفينه معايا ده بعد ما زينته. معنا هنا هلال ونجمة انا قصهم من ورق الفوم. هبتدي ان انا افكها. وهبتدي الزقها كده. على الفانوس بالشكل ده. بالزق النجمة كده. وبزبط النجمة التانية قبلها. من الخلف بالشكل ده كده. عشان يبقى كل اتنين قبل بعض. وهلزق الهلال برضو. في الجنب كده. وهخلي الهلال التاني قبله في النحية التانية. بالشكل ده كده بفك اللازم. وببتدي الزقه. بالشكل ده. ده شكله كده بعد ما نزقته. زي ما انتو شايفين معايا كده. الهلال والنجمة. معايا ورقة الفم دي هعملها عليقة للفانوس. بحط على الطرف بتاعها كده نقطة باستخدام مسدس الشامع. وحبتدي ان انا الزقها في النص بزبط بس المسافات. بالشكل ده كده. بالزق كويس بمسدس الشامع باضغط عليها كويس عشان ما تفكش. بالشكل ده. هنجيب بقى الدواير دي. وهلزقها عليها. باستخدام مسدس الشامع برضو بنلزق. بالشكل ده كده. حط واحدة من الجنب ده وواحدة من الجنب التاني. بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين معايا. بزينه كده بالدواير. بالشكل ده كده بزقتها. بحط واحدة كمان في الجنب التاني قبلها. على العليقة بتاعت الفانوس. بالشكل ده. كده جهزت معانا. وكده خلصنا الفانوس. زي ما انتم شايفين معايا كده. بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه معايا ده. حاجة سهلة جدا وبسيطة ومن حاجات كلنا بنرميها. اعملنا فانوس رمضان. بقى قل تكاليف. زي ما انتم شايفين معايا كده. وحاجة جميلة تفرحي بها اولادك من صنع اديكي. بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. وسهلة جدا وبسيطة. وما خدتش معانا اي وقت. بالشكل الجميل ده. لو عجبكو الفيديو ياريت ما تنسوناش في اللايك. والشير. وتفعلوا زر الجرس. عشان يوصلكم كل جديد من حلقاتنا باذن الله. وتسيبونا تعليق حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.